في كلام حضرتك فهمت نقطة مهمة جدا أن الدين الإسلامي أصلا بيدعونا للتفكر طول الوقت والتدبر والقرآن الكريم والمسؤولة الشخصية الفردية حتى لو بنفكر في ديننا الإسلامي علشان عقلنا وقلبنا يطمئن أنا سألك سؤال مهمة قوي احنا بنعرف ربنا بإيه بالعقل طبعا هو ده والمثل اللي بيقول ربنا عرفه بالعقل هذا صحيح والقرآن الكريم بيؤسس لمسألة الإيمان به بالله وبتوحيده وحدانيته على العقل يعني التفكير مهم على العقل مؤسس على العقل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين بعد ما عرفوا بقى يذكر الله قياما وكانوا على جنوبهم على فكرة أعرف الله بالعقل وجودا ووحدانية وأعرف شرع الله بالوحي يعني أنا مسؤول كبشر إن نعرف ربي الوحدي وجودا وتوحيدا لو كان فيهما إلا الله لفسدتا لكن ما بعد هذا بقى ربنا بيعز مني إيه بيحب إيه بيكره مني إيه حلاله إيه حرامه إيه ده عرفه بالإيه بالشارع يبقى لا يعظر أحد في عدم معرفته لله وعدم إكراره بوحدانية الله والدل على كده أبو جهلي كان عنده وحي لما القرآن بيقوله قبل حتى الوحي ما ييجي لما جي الوحي بيقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليكونوننا الله من خلق السماوات وقبل يكونون خلقوننا العزيز والعليم ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ده ما كانش واحد ده كان إيه عقل وفطرة الوحي ييجي بقى ده الإله واحد ونزلكه القرآن وأنا نبي يقبله ما يقبلوش بعدما ولتاني يبقى الله يعرف وجوداً وبحدانيةً وشرعه يعرف التكليف بالوحي